هل تصلك الانتقادات الموجهة لحكومتكم من خلال السوشيال ميديا بصورة يومية ومستمرة أم أنك لا تأبد هذا الموضوع لا هي قطعا تصل وما هو مشروع منها يكون محل ومحط للاهتمام والعناية كما هو مطلوب لأن جل السوشيال ميديا يؤشر لك أحيانا عن كثير من مواطن الخلل أو القصور أو حالات تتطلب تدخل ومعالج سريع وفاكفكتة سهلة لكنها تكون في كثير من الأحيان غائبة عن الرادار الحكومي وأدوات الرقابة الحكومية المتاح وهذا دور حميد ودور محمود لكن تجد أيضا القليل من العبثية في السوشيال ميديا هذه العبثية أعرف عنها تماما ولكن أحاول وأنجح كثيرا بأن لا تشتتني وتشتت أضافي هل هناك أياد خارجية في هذا الموضوع؟ لأن الوزير السابق للإعلام أشار إلى ذباب إلكتروني بالألاف باستهداف الأردن؟ باستهداف الأردن؟ نعم بالقطع هناك استهدافات وحسابات في رقم دولة الرئيس؟ بفترة من الفترات كان هناك تقدير بأن هناك 120 ألف حساب وهمي من دول في الإقليم موجهة باتجاهنا سلبيا دول عربية؟ دولهم في الإقليم وشقيقة؟ دولهم في الإقليم هل تعتقد أن الأردن مستهدف في هذا الأمر وهناك دول تدفع باتجاه ذلك؟ بالقطع فإن الكثير من الثبات على مواقف منطلق مبدئي من قبل قيادتنا ومن قبل المملكة الأردنية الهاشمية عرضنا إلى استهدافات وعرضنا إلى حصار في سنوات ماضية ولكن كل هذا وأكد لك بأنه لن يثني المملكة الأردنية الهاشمية عن الاستمساك الدائم بالمبادئ التي تؤمن به المملكة الأردنية الهاشمية والتي دفعت القيادة ودفع الأردن في سبيلها الثمن من دماء أبنائه ومن محاصرته في مفاصل كثيرة وبالنتيجة تعبنا من هذا الأمر إلا أننا لم نخذل لأن التمسك بالمبادئ على هذا المشتوى يتعب ولكنه لا يخذل على ذكر موسيقى